نجدد لكم التحية مشاهدين ونواصل وإياكم موضوعات حلقة اليوم ومع جامعة الشرقة حيث نظمت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة المارجان السابع للقراءة تحت شعار كلنا نقرأ والذي استمرت فعالياته واقعيا وافتراضيا على مدار أربعة أيام ليضم مجموعة من الأنشطة الثقافية والأدبية المتنوعة إلى جانب برش العمل الفنية والندوات الأدبية والعلمية والحديث عن تفاصيل هذا المهرجان وأهميته وأبرز ما تضمنه من فعاليات يسعدنا أن نرحب الدكتورة سلامة الرحومية عميدة شؤون الطالبات في جامعة الشرقة والدكتورة محمد سعيد بالعجيد رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الشرقة حياكم الله دكتورة سلامة ودكتورة مريم نورتونا اليوم في أمسيتنا عندما نتحدث عن القراءة القراءة تعتبر متعة يبحر فيها القارة النهم عفوا في بحر هذه القراءة لينهل العديد من الثقافات المختلفة وهنا عندما نرى مؤسسة مثل جامعة الشرقة وبالتحديد عميدة شؤون الطالبات وهي تزرع هذه المهارة الجميلة بين طالباتها في الأنظمة والفعاليات المتنوعة نود في البداية دكتورة سلامة أن نتحدث عن أهمية القراءة أهمية كذلك اختياركم هذا النمط من هذه الفعاليات المهمة تناسب وتدعم كذلك الطالبة في جامعة الشرقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أحب أشكركم على هذا البرنامج واستضافتنا في هذا البرنامج وبالنسبة للمهرجان هو مهرجان سنوي يقام في عمادة شؤون الطالبات وهذه هي السنة السابعة لهذا البرنامج جميل في جائحة كورونا لم نتوقف عن هذه الفعالية وهذا المهرجان كان مستمرا بطريقة افتراضية بالنسبة لأهمية هذا المهرجان فهو يعني لسقل شخصية الطالبات وتحبيبهم في القراءة والاطلاع وتشجيعهم أيضا عن الانخراط في الجامعة مرة أخرى والعودة إلى الجامعة لأن هذا المهرجان هو مهرجان افتراضي وواقعي في نفس الوقت في هذه السنة فهي رجوع تدريجي للطالبات واندماجهم في الجامعة وتعويدهم أن هناك عودة إن شاء الله منتظرة للمقاعد لأن حاليا الدراسة هجين بين واقعي وافتراضي جميل جدا تحدث اليوم دكتور مريم عن الأهداف التي يود المهرجان تحقيقها كذلك من خلال هذه النسخة المميزة نتحدث اليوم مثل ما ذكرت هناك قراءة هناك ثقافة هناك ورش هناك محاضرات في هذا المهرجان نتحدث عن الأهمية كذلك والأهداف من خلالها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد العالمين أما بعد فأسعد الله مساءكم جميعا ويسعدني الحضور معكم في أمسية من أماسي الشارقة الحقيقة هذا المهرجان هو مهرجان السنوي كما ذكرت دكتور سلامة وهو مظهر من مظاهر النشاط التثقيفي المعرفي في بيئة علمية محفزة للطالب في جامعة الشارقة يأتي هذا المهرجان طبعا تحت رعاية عماد الشؤون الطالب وبالتعاون مع عناصر كثيرة من الجامعة من بينها قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية يعني يقدم كل ما يستطيع من مشاركات في خدمة هذا المهرجان وهذه التظاهرية تظاهر الثقافية المميزة حقيقة والهدف هناك أهداف مشتركة بيننا جميعا وهي أن نخدم هذه الجامعة التي نشأنا فيها وتعلمنا فيها وتلقينا فيها علوم كثيرة ومعارف كثيرة وأن نخدم هذا الوطن بشكل أو بآخر وذلك من خلال تقديم مخرج علمي مميز قادر على التواصل مع المجتمع في كل مكان فالطالب هو رقم واحد في هذه الجامعة وكل هذه الأنشطات تصف في خدمة هذا الطالب وتثقيف هذا الطالب والتركيز على قيمة القراءة والمعرفة وصنعة هذا الإنسان سواء على مقاعد الدراسة أو في المجتمع الداخلي للجامعة والمجتمع الخارجي جميل جدا يعطيكم العافية على كل الجهود التي تقدمونها في خدمة القراءة على وجه الخصوص نتحدث اليوم دكتورة سلامة عن هذه النسخة السابعة يمكن كان لها مميزات أخرى عن بقية النسخة السابقة نتحدث عن الأنشطة التي تم وضعها حتى يحس الطالبات وهم يدخلون إلى هذه النسخة بالتغيير عن النسخة كانت قبل في فتاة الجائحة نتحدث اليوم عن واقع وهجين يعني هذا الواقع وافتراضي نتحدث عن الحيثي التي بنيت عليها هذه النسخة حتى تكون متميزة عن بقية النسخة الأخرى في هذه السنة تم التركيز على جانب الأدب وكان التعاون مع قسم اللغة العربية حتى يتم التركيز على القراءة وهمية القراءة وكان أكثر شيء على الأدب ودور الأدب في تستقل وتكوين شخصية الطالب أيضا كان هناك المسابقات التي هي تفاعلية حتى نخلق بأجاذبة للطالبات عملنا بعض المسابقات التفاعلية مثل البحث عن الكتاب المفقود وهي إعطاء الطالبات بعض الكلمات التلميهية يعني تشمل عنوان الكتاب أو شكل الكتاب وعدد صفحات وجملة في داخل الكتاب الصفحة الفلانية والطالبات يبحثون عن الكتاب بين دور النشر العارضة لدينا هي كانت عشر دور كتب فكانوا الطالبات مستمتعين بالبحث عن الكتاب المفقود أيضا كان هناك خمن الكلمة وشكل الكلمات ومسابقة مكتبة القراءة حيث كانت هي افتراضية للجميع يعني سواء كانوا الطالبات داخل الحرم الجامعي أو خارجه فكان هناك تفاعل حتى من خارج الجامع هذه الأمور شجعت الطالبات على حضوره وكان هناك حضور غير متوقع يعني أكثر ما نحن كنا متوقعين العدد كان هناك عدد أكبر بالإضافة أننا ركزنا علاميا على المهرض وكان هناك تركيز علامي عليه من خلال الانستجرام والستوري في الانستجرام إلى غيره فكانوا الطالبات متفاعلين مع المسابقات بشكل يومي بالإضافة إلى سحبات على الدخول سحبات نهاية المهرجان وكانت الهدايا حتى نحفزهم أكثر كانت الهدايا هي كتب أيضا جميل فالطالبات يفوزون أيضا بكتب من الدور النشر اللي كانوا عرضين عندنا في العمادة جميل تحدث اليوم دكتور مريم كذلك يعني تنظيم هذا المهرجان يأتي بالتعاون مع قسم اللغة العربية نتحدث عن هذا التعاون المستمر في إنجاح كل نسخة على حدا نعم الحقيقة قسم اللغة العربية منذ نشأتي في جامعة الشارقة وهو يهدف دائما إلى تقديم كل ما يستطيع في خدمة هذا الطالب سواء على المستوى الأكاديمي تعليمي أو على المستوى المعرفي الثقافي في الاندية في الجمعيات العلمية وخاصة في عمادة شؤون الطالبات حيث يكون هناك الطالب في هذا الجانب الآخر بعيدا عن ذلك الجو داخل قاعة الدرس الحقيقة تلقيت دعوة مشكورة من عمادة شؤون الطالبات لتعاون معهم في هذا المهرجان الذي أنا أثمن لهم ذلك لأنه تحدي في أن ينهضوا من مثل هذه الأنشطة خلال هذه الجائحة والاستمرار فيها ونجاح بهذا المستوى الذي رأيناه فتعاونت مع زملائي في القسم كل باسمه مشكورا بإداد برنامج زاخر بجملة من المحاضرات والورش التي يعني لا تقل عن ثلاث محاضرات في اليوم الواحد تنوأت أسماءها على سبيل مثلا المثال هناك محاضرات مثلا مفهوم التسامح في الثقافة العربية هناك أهمية القراءة في الإسلام فوائد القراءة مهارات القراءة وضوابط القراءة لماذا نقرأ الأدب لماذا نقرأ كتب التراث أقرأ أو نقرأ لنعيشه مرتين هناك كذلك عن نفحات في الإعجاز اللغوي في القرآن هناك ورشة في الخط العربي وتلك الأخرى أيضا في النحو العربي وملامح هذا النحو في الشعر العربي فضلا عن رعاية أيضا بالتعاون مع العمادة مسابقتين الأولى كانت هي نجمة القراءة وهي حقيقة متميزة باستمرارها وبتفاصيلها الجميلة ومعير التحكيم فيها التي تستمر في موسمها الخامس أيضا هذا العام ومسابقة أخرى أيضا بعنوان الإلقاء الخطابي جميل هذا التنوي يعني هناك موضوعات جدا جميلة في هذه النسخة تحدث اليوم دكتورة سلامة عن أثر مثل هذه الجلسات أثر كذلك مثل هذه البرامج في سقل الطالبات نحو القراءة نحن الآن نتحدث عن العولة مع التكنولوجيا كيف تأخذنا إلى مجال آخر وهنا العمالة تركز على القراءة تركز على أن الطالب يجب أن يرتبط مع الثقافة يجب أن ينهل من كل بستان زهر نتحدث عن حيثية هذا الموضوع والمهرجان في نسختها السابعة أثرها كذلك على طالبات نفسهم المشاركات فيه بالنسبة للطالبات كان هناك مثل ما وضحت سابقا قبال كبير من الطالبات وأيضا كنا نستبسر من دور النشر هل هناك قبال من الطالبات وما هي الكتب التي أكثر يقبل عليها الطالبات وهل وجدتم عند الطالبات ترغبة في اقتناء هذه الكتب فكانوا دور النشر أوضحونا أنه أفضل حتى من السنوات السابقة لما كان قبل الجائحة يعني الافتراضي والواقعي خلق نوع من التحفيز أو التشجيع أو الرغبة بالحضور بعد الانقطاع الذي دام سنتين ونص أو في حدود الثلاث سنوات فبالتالي الطالبات يعني يحابين العودة فحتى يعني نحفز الطالبات العودة كان هذا المهرجان عبارة عن مهرجان لتشجيع الطالبات على القراءة ودمجهم داخل الجامعة مرة أخرى خاصة طلبت سنة أولى وسنة ثانية اللي هم دخلوا الجامعة أثناء الجائحة بالإضافة لأن كان في طالبات هم يعني أصدروا كتب ستم تكريمهم أيضا أثناء هذا المهرجان لأن من خلال هذا المهرجان نستطيع أن نعرف من هم الطالبات المبدعات أو من هم الطالبات الذين نشروا بعض المؤلفات ونقوم بدعمهم يعني في الأثناء يعني دراستهم داخل الجامعة بحيث أن نحن ندعم الطالبة لو حبت تنشر مرة أخرى بالإضافة لأننا كانت عندنا مسابقة وهي مسابقة مبدعات على الطريق وفعلا نشرنا خمس كتب لخمس طالبات في معرض إكسبو للكتاب بالتعاون مع دار كتاب فكان أيضا له صدى كبير على تشجيع الطالبات سواء كانوا الطالبات الذين أصدروا المؤلفات أو الطالبات اللي كانوا حابين أنهم يدخلون في عملية التأليف والكتابة أيضا في هذا المعرض كان هناك أيضا تشجيع على الإطلاع وعلى الطالبات اللي حابين أيضا يقومون بإصدار مؤلفاتهم الجامعة داعمة لهم وهذه المرة نحن من سنقوم بدعم الطالبات الذين يرغبنا بالتأليف وفي إصدار بعض المؤلفات نحن سوف نقوم بدعمها من خلال الجامعة وأعلننا هذا الأمر لجميع الطالبات ونحن في انتظار من سيتقدم بإصداراته ونحن إن شاء الله سوف نقوم بدعمهم جميل هذا الدعم إن شاء الله كل التوفيق لكم في كل ما تقدمونه لهون طالبات نتحدث اليوم دكتور مريم كيف رأيتم الوعي بالطالبات نفسهم حول أهمية القراءة أهمية الثقافة وأهمية كذلك التركيز عليها وقراءة تقريبا يمكن التنويع أيضا في القراءة ذكرتي لي أثناء هذه المحاور هناك من كل بستان زهر هناك ثقافة معينة نتحدث عن الوعي في استقطاب الطالبات حتى يهتمون بأهمية القراءة أيضا الحقيقة نحن أمام طالب الآن اختلفت ذائقة هذا الطالب وطبيعة هذا الطالب والوسائل المتاحة لهذا الطالب ولذلك هذا تحدي آخر أمام المعلم داخل القاعة في الجلسة التعليمية وكذلك أمام الأنشطة الطلابية لأن الطالب اليوم لا يمكن أن يقتنع بأن تقول له يقرأ فينطلق القراءة إذن لابد أن نحدث في طرائق التدريس وأن نربطها بشكل آخر بمفاهيم جميلة مثل ثقافة القراءة وثقافة الحضور الطالب قد يكون كثير منهم والحقيقة أحيانا نتصور أنه طالب المتخصص باللغة العربية لأنه هو الأكثر قراءة الحقيقة وجدنا أن هذا الأمر غير صحيح لأنه يشارك في المسابقات في نجمة القراءة مثلا طلبة من كل تخصصات الجامعة ويبرعا في مستوى تلخص الكتاب المقروء والوعي بهذا الكتاب وطريقة إخراج مرة أخرى فكر هذا الكتاب بلسان حال الطالبة فضلا عن أسلوبها الناقد للغة أو الأسلوب أو الفكرة فهناك جانب مرضي جدا وهناك جانب آخر يحتاج إلى أن نتحرك نحن تجاه هذا الطالب حين نقوم في الجلسات التفاعلية عن بعد أو كذلك حين قبلها كان في تدرس الواقعي نضطر إلى أن نضع هذا الطالب على طريق هذا القراءة كيف نجبر هذا الطالب بأنه أحضر وأكتب تقريرا في تلك الفعالية نتعاون مع الدكتور سلامة في عماد الشمال الطالبة بإعادة إعلان تلك الفعاليات الطالب يظن أن الجامعة للدراسة فقط والحقيقة هي غير ذلك هناك جهود جبارة كثيرة على مستوى الجامعة تبدل لخلق بيئة معرفية وترفيهية هادفة لهذا الإنسان نحن بدورا نعيد الإعلان إلى هذا الطالب أيضا نستقر طريقة تلقي الطالب تساؤلات الطالب وندفعه دفعا عن طريق هذه الأنشطة اللاصفية الطلب منه أن يكتب تقريرا النقد لمثلا أصبوحة شعرية كيف رأيتها ماذا تقول عن هذا الموقف الفلاني مثلا ما رأيك أحضر وناقش إلى آخره طرق كثيرة تتوافر حقيقة حتى نزيد على الحافز الداخلي لدى الطالب هذه الحوافز الخارجية التي تصنع منه إنسان قادر على أن يتلمس تلك الجهود من حوله وعلى النياء المطلوب منه ويحقق هذا الهدف جميل دكتور سلامة في كل نسخة يمكن تكون لكم هناك مخرجات مختلفة عن السنوات السابقة نتحدث عن هذه المخرجات وكذلك هناك تكون لكم مسؤولية في تقديم الأفضل في كل نسخة حتى مثل ما قالت دكتور بريم هناك تحدي حتى تجذب هؤلاء أو أنهن الطالبات تقريبا إلى أهمية القراءة إلى أهمية الثقافة ويمكن الواحد يستغرب في بعض الثقافات يمكن لا يتم التركيز عليها في ثقافات يتم التركيز عليها حسب العالمة التي نعيش الآن نتحدث عن هذا الموضوع ما هي المسؤولية كذلك التي أخذت بعتقها عمارة شؤون الطالبات وكذلك المخرجات التي خرجتهم فيها في كل سنة على حده بالنسبة للتنوع كان هناك تنوع بالنسبة لدار الدور النشر كانت عشر دور نشر على ما تسعفني ذاكرة دار القاسمي دار كلمات دار كتاب دار ملهمون جولدن بوك فكرة ولون هم كانوا عشر دار نشر متنوعة من حيث الكتب من حيث أنواع هذه الكتب وكانت فيه كتب لغة العربية وبلغة الإنجليزية بالإضافة إلى أن الفعاليات التي كانت موجودة والمحاضرات التي كانت موجودة ممكن أيضاً تشجع الطالبة بأنها تحضر هذا المهرجان مهرجان القراءة حتى لو لم تأتي للجامعة فهذا كان نوع من التجديد أن الطالبة هي قاعدة في منزلها تستطيع أنها تشارك سواء تشارك من خلال الورش من خلال المسابقات من خلال عملنا توعية بمسابقتين مهمات التي هي مسابقة نجمة القراءة ومسابقة القاء الخطابي فبالتالي الطالبة صار عندها معلومات عن كثير من الفعاليات التي تحدث داخل العمادة بغض النظر عن معرض الكتاب هناك الورش والمحاضرات والمسابقات المرافقة ممكن تجذب الطالبة حتى لو لم تحضر للجامعة بالإضافة إلى أن نحن ركزنا على قسم اللغة العربية هذه السنة لأن ممكن مستقبلا نتطلع مثلا إلى أن نحن نركز مثلا على التوعية الصحية أو نركز مثلا على يعني تعاون مع الكليات الأخرى يعني مثلا مع كلية الطب أو مع كلية العيوم الصحية فبالتالي كل سنة نضع على عاتقنا التجديد سواء مع من حيث الموضوعات التي سوف تطرح ومن حيث دور النشر التي سوف تشارك بالنسبة للمسابقات التفاعلية أيضا سوف تتم تغييرها باستمرار فبالتالي لن يكون المهرجان يعيد نفسه ولكن هناك تجديد وتغيير في المهرجان بشكل سنوي هذا يجعل الطالبات تنتظر متى يكون بشوق نعم أن متى يقام مهرجان القراءة كلنا نقرأ حتى أشارك به وهو يعني دائما يكون في شهر مارس جميل من كل عام كلمة أخيرة نختم بها دكتورة مريم هذا اللقاء وجهودكم الحثيثة في خدمة الطالبات في جامعة الشرق الحقيقة أريد أن يوجه رسالة لكل طالب يعيش في بيئة مثل هذه البيئة العلمين التي نعيش فيها في جامعة الشرقة أن القراءة هي عقيدة دينية راسقة في هذه الأمة وكذلك هي عقيدة ثقافية رسقها في نفسنا الوالد العزيز صاحب اسمه الشيخ سلطان بن محمد القاسم حفظه الله الذي دائما يأمل أن يعي هذا الطالب أن صناعة الإنسان تكون بالعلم النافع لذلك اقرأ وتعلم وكون إنسانا خدوما لهذا الوطن بالقراءة تصبح عالما بالقراءة تصبح في أجمل وأبهى صورة الإنسانية الحقيقة الحق حتى يخدم الإنسان وطنه ومجتمع أشكر لكم هذا الاستضافة تسلمي دكتور وكذلك تسلمي دكتورة سلام استمتع جدا بهذا اللقاء كل التوفيق لكم في القادم إن شاء الله بما تقدمونه من برامج وأنشطة من قبل كذلك عمالة شؤون الطالبات وكذلك جامعة الشرقة إذن كل الشكر والتقدير للدكتورة سلام الرحومي عميرة شؤون الطالبات بجامعة الشرقة والدكتورة مريا وسعيد بلعجيد رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الشرقة حياكم الله معانا ونورتونا مرة ثانية في برنامج جماسي شكرا لتشاهدنا